قرد مكفوض للسيد الحلبوسي أو من يمثله لكن أنا أفهم من كلامك سيد قاسم الفهداوي هناك تخوفات من إجراءات السيد الحلبوسي يعني يستغل السلطة لتنفيذ تخويف للمكون السني وقيادات المكون السني هذا كلامك وليس كلامك فضل وتخافون لا يتمادأ أكثر بهذا الشي هذا الأفهم منك الحقيقة أنا من الناس أنا واحد من الناس لا أبدا أنا أقول لك أنا شخصيا نعم استهدفني كثيرا ولكنني لست غائفا منه أنا لا أخاف من أحد لا أخاف إلا من الله ولكن هذا الاستهداف يزعجنا وولد عندنا إحباط أن هذا الرجل لن يستطيع أن يخدمنا كما يجب هذا ليس خوف الخوف شكل واليأس منه والإحباط الذي أصابنا أنه سيقودنا إلى الخلف وقادنا فعلا إلى الخلف جعلنا في وضع لا نحسد عليه أمام الشركاء الآخرين نحن لا نريد أن يكون من يتقدمنا بهذه الصورة بهذه الصورة المهزوزة القلقة هو الذي يخاف ولو ما يخاف ما كان يستخدم الصورة أنا أقصد أقصد الخوف يعني سيد سيد قاسم يعني أنا ما أقصد خوف يعني الكلمة الحقيقية للخوف لكن أقصد يعني من كلامي بسبب السلطة عند الحلبوسي صاعدكم يعني ردة فعل ولهذا شكلته هذه الجبهة هذا الأقصد من الخوف يعني ما أقصد أنه خوف خوف لأن ماكو واحد يخاف إلا من الله تفضل لا الحقيقة إحنا مولي أنه قلقنا من عنده إحنا قلقنا على مكونة إحنا نريد شخص يقود مكونة نحو مصالحه ونحو إيصاله إلى الوضع المحترم الذي يحترمه باقي الشركاء كما يجب هذا هدفنا لكن سيد خلقنا على هذه النتيجة رأينا أنها لن تتحقق بوجود السيد الحلبوسي لن يحترمنا الآخرين ولن ينظروا إلينا ولن يعطونا حقوقنا كما يجب السبب لأنه لا يهتم لحقوق المكون يهتم لمصلحته الشخصية ومصلحة حزبه